عزيزة باتول كاتب الإقليمي جامعة الوطنية التعليم توجه الديمقراطي تطوان عضف تنسيق الوطني على المستوى الإقليمي بتطوان بداية تنحيي هذه المنبر الإعلامي إتحتنا هذه الفرصة لأننا كما تنعبر دائماً أننا القنوات العمومية ما تصدفناش لأننا نعتبرون هذا كالصوت النشاة اللي كيين وبالفعل إحنا يا جامعة الوطنية التعليم توجه الديمقراطي خطنا موضوعي إلى غير ذلك من الأوصاب الموضوعية وبالتالي عندما نجدنا ديمقراطية أي قرار تناخده تناخده بشكل ديمقراطي وتلزم الجامع طيب ما يخص تصريح هذه الرئيس الحكومة من خلال القنوات الرسمية اللي قال أنه تم جميل القانون الأساسي وكذلك تم العدل على الاقتطاعات وأن هذا الشهر هذا أنه تم غير تم تفعيل لأن الأجراء دازت حنا سنقوله أودي هذا قرار غير ديمقراطي وحنا ما سنطلبه شيء بجميد لأنه أصلا المصطلح دي الجميد هو مصطلح غير قانوني ما كيش في القاموز لا القانون الشرعي ولا قانون الإداري ولا قانون القضائي ولا أي قانون اللي كيين وبالتالي حنا سنقوله خص إلغاء خص السحب السحب دي هذا النظام الأساسي لأنه هو نظام المآسي كما اسموه نساء ورجال التعليم وبالتالي سنطلبه بواحد نظام أساسي يكون محفز ويكون ديمقراطي ويستجب لجميع المطالب دي الفئات دي النساء ورجال التعليم اللي هي تقريباً غدو صلشي 40 فئة وبالتالي أن هذا القانون هذا اللي اللي تم الإصدار دياله بشكل أحادي من طرف الوزارة واللي تم التمرير دياله في مزيج ديال المستشاري إلغاء ذلك حنا سنقوله أن هذا القانون هذا لا يلزمنا وبالتالي سنطلبه بقانون أساسي يكون ديمقراطي يكون محفز لجميع رجال ونساء التعليم وما يكون شيء تراجعي لأن هذا النظام هذا اللي حاول تفرض الحكومة على الشغيل التعليمية هو جاء بمجموعة ديال التراجعات حتى أن المكتسبة اللي كانت عند النساء ورجال التعليم تم الضرب دياله وصبح بحال شيء نظام ديال السخرى لأن رجال ونساء التعليم صبحوا فهذا القانون الجديد هذا بمثابة عبيد أنهم يعملون ما يعمله العبيد على المستوى الواحد الإقطاعية ولا واحد ضيعة ولا واحد الفرما كما تقولون لأنها تم تراجعت على زادوا العقوبات زادوا المهام حدفو المكتسبات وبالتالي ما يبقاش تيمتل بالفعل رجال ونساء التعليم لذلك طالبنا بالإسقاط دياله والصياغات قانون أساسي جديد اللي تيضمن وتيعطي الحق لجميع الفئات ديال النساء ورجال التعليم بهذه المناسبة أن للجامعة الوطنية التعليم ولا التنسيق الوطني قدموا ميلف مطلبي كامل ومشامل لجميع المطالب دياله الفئات وبتاريخ يتخذ فيه نعيني عن الاعتبار كذلك نقول أن هذة الوزارة اللي مش هتتحاور هذة النقابة الأربع هي هذة النقابة الأربع هي سيردك للصياغة ديال النظام الأساسي وأن نشرف للجامعة الوطنية التعليم أنها موقعات على هذة القانون اللي تنسموها التفاق المشؤوم تنفحة سيرية تامة لما بين النقابات أما بين الوزارة وبالتالي هذة سيرية هي اللي ماعطاش الحقيقة لرجال ونساء التعليم ومن اللي يخرج الحيث لوجود أن النساء ورجال التعليم تفاجئوا بدك المضامين ديالو وهذا هو اللي خلا أن الشغيل التعليمية ديخلوا واحد الحراك احتجاجي كبير على مدة ديال شهرين اللي من خلال تيخرج دبا للرئيس الحكومة وتيقول لك أنه جمد هذا القانون الأساسي وحنا نتنقل ما شيء القضية ديال التجميد القضية ديال السحب ديالو نهائيا وإعادة صياغة ديالو مع الفرقاء ومع الفاعلين الميدانيين مع التنسيقيات ومع الجامعة الوطنية التعليم ومع النقابات ككل القضية ديال الاقتطاعات حنا نتنقل هذا التصريح ديال 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 رئيس الحكومة هو تصريح حقيقة غيبة كما تقول در رمض في العيون لا أقل ولا أكثر وهو استهلاك إعلامي كذلك لا أقل ولا أكثر لأن الحكومة كما قلت أنه عند إمكانيات مادية وعند من الوسائل كاملة أنها ضرد الاقتطاعات لأصحابها لأن هذه المسألة ديال الاقتطاعات هو إجراء غير قانوني لأن تتنافى مع الدستور وبالتالي هذه الاقتطاعات تعتبرها سرقة موصوفة من طرف الحكومة لرجال ونساء التعليم وبالتالي تنطالب بإعادة جميع المبالغ المقتطعة لأصحابها لأن هذا خرق دستوري لأن الدستور تضمن حق الإضراب وتيقل لك حق الإضراب مشروع وبالتالي كين قوانين تنظيمية لتتنادي بها الحكومة منذ زمان أنها خصت فعلة ولكن لحد مع الأسف ما تمشي تفعيل وبالفعل أن خصت تفعيل لكي تلح الحكومة ولا النقابات كلها تعرف الدور وعرف الواجب الذي عليه والحق الذي عليه شكرا جزي اشتركوا في القناة